بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد هنتكلم النهاردة ان شاء الله يا جماعة عن الكممنت في لغة البي اتش بي الكممنت طبعا اه كلمنا عنه في لغات كتير جدا وكلمنا عنه في الاتش تي ام ايرل وفي السي اس اس وفي الجافا سكريبت طبعا الكممنت ليه رولز معينة في كل اللغة مش كل اللغات بتعمل الكممنت بنفس الطريقة طيب اول حاجة طبعا نفتح السابلاين بتاعنا وهنعمل ملف جديد مثلا فايل جديد هنسميه هو هنسميه كوممنت بس هنحطه جنب الملف القديم بتاعنا اللي هو كان اسمه اوتبوت ادي كوممنت دوت بي اتش بي والاوتبوت مش محتاجينه بتاع الدرس الريفات وبعدين هنا هنفتح اللوكال هوس بتاعنا فولدر البي اتش بي كورس هنلاقي الملفين اللي احنا شغالين عليهم اهم وهنفتح ملف الكوممنت بتاعنا بالشكل ده طيب اول حاجة هنتكلم فيها عن الكوممنت كوممنت في البي اتش بي بيدعم الكوممنت الخاص باللغة السي واللغة السي بلاس بلاس والليونيكس شيل يعني نفس الكوممنت الخاص باللغات دي هو اللي انت هتستعمله في البي اتش بي طيب خلينا نشوف ازاي الكلام ده وخلينا نشوف اصلا الناس مش عارف يعني ايه كوممنت اكيد مستحيل ما تكونش عارف يعني ايه كوممنت لانت اكيد ده راست اتش تيميل و سي اس 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 قبل البي اتش بي فاتعملت مع الكممنت اول حاجة عندي السنجل لاين كوممنت طبعا اللي هو بيكتب بالشكل ده بكتب عليه مثلا this is one line comment لاحظوا معي الساب لايم لون الكوممنت بلون جري كده مطفي خالص ده دليل علين ده كوممنت البيتش بي مش هيعتمده ككود بس كوممنت علشان انا اشوف مثلا الفونكشن اللي انا كتبتها هنا دي خاصة بايه او الكود ده بتاع ايه عشان افتكر الكوممنت معمول لكزا سبب الشخص اللي هيعدل بعدي هكتب له ملحوزة هنا يعملها مثلا كود كامل انا مش عايزه يتنفز يعني انا كتبت ايكو مثلا hello bhp ده كود زي ما انتم شايفين بيتبع لي كلمة hello bhp اقدر بالكوممنت قبله كده الغي كده الكود مش موجود اهو ليه انا عملت كوممنت ليه ما شيلش اصلا السطر ده كله لان انا ممكن اكون عامل فونكشن هنا ومحتاجها بعدين مش محتاجها دلوقتي محتاجها بعدين فبسيبها هنا في الكود وبعدين لما اجي احتاجها يبقى شيل اللي هي الكود الخاص بالكوممنت زي ما انتم شايفين طيب انا عملت دلوقتي مسال عن اللي هو الواند لاين كوممنت طيب ميزة يا جماعة الكوممنت في البيتش بي انه طبعا مش بيزهر في السورس مش زي الاتش تيمالي يعني مسلا شايفين دي هعمل ريلود هنا وافتح البيتش سورس شايفين ما فيش اي حاجة انما لو انا عندي مسلا لغة الاتش تيمال الشكل ده طبعا زي ما انتم شايفين الكوممنت زهر كوممنت الاتش تيمال يا جماعة بيزهر في الصفحة هنا لكن البيتش بي لا زي ما انتم شايفين الاكو هنا الخاصة ده كوممنت في البيتش بي وده كوممنت اتش تيمال الكوممنت ده ظهر لكن ده ما ظهرش عشان تطمن على الكود بتاعك ان هو في السيرفر سايت ما حادش هيقدر يشوفه حتى لو انت عملت له كوممنت ما حادش هيقدر يشوفه طيب وبرده زي ما انتم شايفين اقدر اعمل الكوممنت اللي انتم شايفينه ده جوه تيكست جوه اي حاجة اقدر حطه جوه اي حاجة يعني مثلا انا عندي هيدنج اتش تو مكتوب فيه هلو بي اتش بي بالشكل ده عادي الاتش تو وممكن جوه الاتش تو هنا اروح كاتب الكوممنت بتاعي شايفين بالشكل ده this is comment inside string مثلا او inside heading اي شي ده كوممنت جوه زي ما انتم شايفين جوه هيدنج عادي عادي reload ارجع للصفحة الاصلية hello php الكوممنت مش موجود هنا زي ما انتم شايفين وحتى في ال page source الكوممنت مش موجود بس فيه مسافة اللي انتم شايفينها قدامكو دي هنا الفرق بين الكوممنت زي ما اتفقنا بين ال php وبين ال html يعني اقدر احط كوممنت جوه كلام بالشكل ده يعني لو عايز انا احط جوه ال string بتاعي مثلا كومنت يعرفني هو بالشكل اللي انتم شايفينه ده طيب ندخل على الكوممنت المالتي لاين عايز انا اكتب كوممنت مالتي لاين اكتر من سطر حال ينفع انا كل شوه اعمل كده مثلا اقول له this is first line بعدين كده this is second line طبعا غير منطقي كده دول التلت سطور طبعا ماينفعش الكوممنت بالشكل ده الكوممنت المالتي لاين بتعمل بالشكل دوت ده الكوممنت المالتي لاين اللي انت تقدر تكتب فيه كل اللي انت عايزه وهنمسح دول ده الكوممنت يا جماعة المالتي لاين طبعا ميزة الكوممنت ده برضو ان انت ممكن يبقى عندك piece of code كود كبير جدا block of code تعمله كوممنت بالشكل اللي انت شايفينه ده برضو نفس الموضوع بدل ما تحط اتنين يعني انت عندك عندك مسلا كود فيه تمن سطور تحت بعض مش لازم ان انا اجي احط قدام كله سطر فيهم الكوممنت ده لا احط قبليه العلامة دي وبعديه العلامة دي كده انا عملت مالتي لاين يعني عندي مسلا var one بيساوي text مثلا خلينا نكرر الموضوع مسلا var two three four five text one two three four five طبعا هنا يا جماعة عندي خمس متغينات جي انا عايز الغيهم طبعا هاجي قبل كل واحد اعمل كده زي ما انت شايفين مش ينفع طبعا فبتروح انت عامل اللي هو comment المالتي لاين بالشكل ده كده انا عملتهم كلهم comment طيب لحظوا معي ان انت ممكن توعف غلط ان انت تعمل نستنج للكوممنت المالتي لاين ممكن تحط comment مالتي لاين جوه comment مالتي لاين تاني هيسبب لك مشكلة خلينا نمسح دول خلي الصفحة بتاعتنا pure php ونشوف الكلام اللي انا قلته ده معانا ايه ممكن اجي انا عايز اعمل هنا جوه دي برضو مالتي لاين كومنت تاني بصوا ايه اللي هيحصل اول ما اعمل هنا الاسلاش شايفين شايفين دي تلونت ليه تعال نشوف شايفين بارز ايرور جاب لي ايرور في السنتاكس هنا جاب لي ايرور في السنتاكس في السطر الاربعة وعشرين اللي هو ده يا جماعة دي غلط دي غلطة ليه انا عملت النستنج عملت comment مالتي لاين جوه comment مالتي لاين لحظوا اللغة او المتاجم الخاص باللغة بدأ اللي هو المالتي لاين كومنت من هنا ونهاء من هنا مالوش دعوة بديه هو اول قفلة هيقابلها هي دي لها تقفل المالتي لاين كومنت يعني حتى روشيلت دي بصوا كده تزبط لكن ميفاش اعمل comment جوه مالتي لاين كومنت ممكن الموضوع ده هيقابلك لما يكون بتكتب كود كبير جدا فطبعا الصح انه هو يكون بالشكل ده ما دام انا هعمل مالتي لاين كومنت اهو فيش داعي يكون معملوهم نستنج طيب نيجي شوية استيلات ممكن تعمل بيها اللي هو الكمنت بتاعك فيه اشكال كتير قوي ممكن تعمل بيها الكمنت بتاعك اهم حيكون ماتلعش برا الرولز يعني بالشكل ده مثلا زي ما نشايفين هنا هلو مثلا this is script مثلا version 1 او اي حاجة ممكن تكتبها بالشكل ده مثلا زي ما نشايفين ادي style كومنت اهو ممكن نفس الموضوع كده هل تكتب بردو نفس الجملة دي هل تكتب بردو نفس الجملة دي هل تشايفين ده دي styleات كومنت ممكن تشوف كومنت بالشكل ده الناس بتشتغل على النتبينز هتشوف كتير جدا بيكون كومنت معمول بالشكل ده هقول له this is فارس طلعين مثلا دي يا جماعة الكومنتات زي ما نشايفين كل دي كومنتات لو انا حاولت اشيل واحد من دول بصوا هنا مثلا اشيل البداية عشان البيتش بيعرف شايفين اللون على طول يتغير لانه ما بقاش كومنت لازم الشكل بتاعك اللي انت هتعمله اللي هتمشي بيه على الكومنت يكون عليه الروز بتاعت الكومنت لازم كده يعني ما ينفعش تعمل الكومنت من دماغك من غير الروز الصحيحة بتاعته اخر حاجة عندنا يا جماعة عشان دلس الكومنت ما يطولش هو الكومنت الخاص باليونيكس اللي هو الناس بتشتغل على الكومنت اللي بتعمل بالشكل ده اللي هو علامة الشباك هكتب عليه هذا يونيكس شيل كومنت ستايل ده الستايل بتاع اللي هو اليونيكس اقدر برضو استعمله في اي مكان يعني عندي بنساوي شيل مسلا احط الكومنت بتاعي جنبه هنا واكتب عليه شيل ستايل وده العادي عشان تشوفوا ان ما فيش اي اختلاف بينهم بارتو مسلا سميه نورمال وهو اللي هو السنجل لاين بتاعي السنجل لاين كومنت زي ما انتم شايفين والي اتنين بيقدوا نفس الوظيفة ده كومنت وده كومنت لكن ده الستايل الخاص باليونيكس وده اللي هو السنجل لاين العادي بتاعنا الخاص بلغة السي والسي بلاس 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 طيب كده احنا عرفنا كل حاجة عن الكومنت وعرفنا احنا بنستخدمه ازاي وعرفنا اقدر اعمل بي اي اي انا اقدر عند كود معين الغيه اخليه موجود في الصفحة لكن ما اقدرش اشوفه ولا حد يقدر يشوفه او اسيب ملحوظة للي بيشتغل معايا او اسيب ملحوظة لنفسي عشان لو رجعت الملف ده اكون عارف ايه اللي انا كتبته وبكده انا بعرفنا الكومنت بتكتب ازاي علشان هنستعمله ان شاء الله في جميع شغلنا اللي جاي بازن الله اشوفكم ان شاء الله في الدرس الجاي هنتكلم عن انواع البيانات اللي هي ويا رب الدرس يكون بسيط وسهل واعجبكم واشوفكم ان شاء الله في الدرس الجاي وشكرا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شكرا